مهام مطروحة على الشعوب العربية وعلى الجاليات العربية والمسلمة في كل أسقع العالم المهمة هي الاحتجاج هي على الصوت هي الكتابة لكن نزول بكثافة للشوارع نزول بكثافة للتنديد التنديد بالجريمة والمطالبة محاكمة دولية لزعماء الإجرام الإسرائيلي محاكمة ذكرنا محاكمات النازية بعد الحرب العالمية الثانية بنورنبيرج يلزم نورنبيرج اثنين للمجرمين مجرمين الحرب على الرغم من محاولاتهم التنسل المسؤولية وعلى الرغم من محاولاتهم تزيف المعطيات لا تنطلي لا تنطلي لأن كل المعطيات تأكد أن يد الإجرام هي إسرائيلية النزول إلى الشوارع لأن لدينا معركة لا تقل أهمية عن الحرب التي تخوذها المقاومة في فلسطين الحرب هي حرب اتصالية هي حرب أفكار هي حرب استنهاذ الهمم بالنسبة للشرفاء وأحرار العالم بصفة عامة من أجل نصرة العدل هذا مش ممكن يكون فقط بالتظاهر بالكتابة أيضا أيضا باللوائح والعرائض أيضا بالنصوص بالفيديوهات أينما وجدت جالية عربية ومسلمة ضروري الضغط الضغط في العواصم الغربية اللي هو أهمية بالغة 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 جدا لأنه الشارع في العالم الغربي كسب منذ فترة لإسرائيل وتقديمه لأنه عملية الدعاية والبروباقندا واستثمار المظلومية في المحرقة من أجل ماذا؟ من أجل الاتكاب محرقة ثانية ضروري ضروري استثمار الرموز الرموز أساسا أن يكون مفهوم المحرقة حاضر في الخطاب وأن يكون قيادات الجيش والقيادات السياسية الإسرائيلية في نفس مقام النازية ضروري أن يكون هذا حاضر في الخطاب لأنه عندما نقول جريمة ضد الإنسانية البعض لا يفهم ما معنى جريمة ضد الإنسانية البعض لا يفهم خطورة وفضعة ما تم ارتكابه البعض لا يفهم أن السيناريو الآن يتجه نحو التنصل من المسؤولية وهذا يجب أن لا يحصل وهذا يجب أن يكون هناك بالفعل تحرك حتى على الواجهة التقنية في علاقة بما الساروخ الذي تم إطلاقه على المستشفى في غزة ضروري أن تواجه الأكاذيب بالحقائق وكشف الحقائق من شأنه أن يسكت نهائيا هذه الأصوات لكن الظرف هو ظرف احتجاج هو ظرف الضغط في العواصم الغربية في المقام الأول لكن أيضا في البلدان المطبعة الضغط من أجل طرد سفراء إسرائيل من الأرض العربية أينما وجدت في مصر في الأردن في المغرب أينما وجدت تطبيع طرد من يمثل هذا هذا الكيان المجرم ليس ثمة نعت آخر يمكن أن ينطبق على هوية هؤلاء انسي حاليك